في السابع عشر من نيسان عام 1946 وعلى وقع خطى جنود الجيش العربي السوري أعلن رحيل آخر جندي فرنسي عن أراضي جمهورية العربية السورية لتعلو بعدها صيحات الانتصار ويعلن هذا اليوم تاريخا للجلاء وتثبت سوريا للعالم أنها عاشقة للحرية ورافضة لقيود الاستعمار مهما كانت أشكاله ولا زال أبطال تلك المرحلة من أبناء السويداء شهودا على التضحية والفداء بمناسبة ذكرى الخامسة والسبعون للجلاء العظيم أتقدم إلى شعبنا العربي السوري وجيجنا السوري البطل وقيدتنا الحكيمي بأسماءات التبريك والتهنئة وإن شاء الله عيد الجلاء القادم من احتفل على مساحة الوطن بذكرى الانتصار الكبير على المجموعات الرهبية المسلحة الجلاء هو ليس موروث هو فعل حقيقي استطاع أجدادنا وأباؤنا من قبل كما استطاع أباؤنا وأجدادنا من دحر الاستعمار الفرنسي وتحقيق الجلاء لم يزل الجيش العربي السوري يستمر بهذه المسيرة حتى تطهير أرض سوريا الحبيبي من دنس المجموعات الرهبية المسلحة اختلفت اليوم الوسائل والأدوات ولكن العدو واحد ولا زال يثبت الشعب السوري وجنوده الميامين قدرة عظيمة في التضحية وإيمانا راسخا بقيمة الأرض والاستقلال سوريا من قبل الجلاء حتى تحقيق الجلاء قدمت الكثير من قوافل الشهداء والمصابين والجرحة ولم تزل حتى الساعة هاي تقدم الشهداء الشهيد تلو الشهيد تلو الشهيد حتى تستطيع الوقوف والصمود لولا تضحيات الشهداء ودماء الشهداء لم يكن هناك انتصار النصر لا يأتي مجرد كلام النصر هو فعل والفعل أساسه هو دماء الشهداء ودماء الجرحة هذا ما قدمته سوريا عبر التاريخ ولم تزل تقدم لو لوجود شهداء وحماة ديار لهذه البلد اللي هي سوريا ما كان نحن قدرنا وصلنا لمرحلة النصر الحالي تضحيات اللي قدمت الجيش العربي السوري والشعب السوري الشعب السوري كذلك قدم من خلال وقوفه جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري قدم تضحيات جنبا وكبيرا على كافة الأصعدي فهذه التضحيات هي أساس لاستمرار سوريا ونصر سوريا التمسك اليوم بمعاني الجلاء والاستقلال تؤكده التحديات التي يواجهها الشعب السوري ليكون عيد الجلاء بالنسبة لهم ماضي العزة وحاضر الكرامة من السويدة للإخبارية السورية شام حمدان